السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعيد فيه خبرا يقول قيادي حوتي يكشف تفاصيل عن تدور علاقتهم في روسيا والصين وإلى التفاصيل كشف قيادي في حركة أنزال الله الحوتيين في اليمن عن علاقة وضيدة مع روسيا والصين ومصالح مشتركة لجعل البحر الأحمر مستنقعا لأمريكا وبريطانيا وقال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم في تدوينة على إكس هناك بناء مستمر وتدور في العلاقة التولية بين اليمن وروسيا والصين ودول البريكس وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات مختلفة وهذا فيه مصلحة مشتركة لإغلاق أمريكا وبريطانيا والغرب في مستنقع البحر الأحمر وفي أعالي البحار ويراد لها أن تغرق وتتراشى وتضعف قضبيتها الأحادية مضيفا هذا ليس تحليلا فقد بل هو حقيقة ماثلة للعيان وبات واقعا واليمن دولة ودخلت في معادلة نصرة فلسطين ثبتت باكتدار معادلة البحر الأحمر التي تمثل معادلة كبرى واستراتيجية لها آثارها ونترأيجها الكبرى في ميزان الحصاد والثمار العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وتابع بقوله باتت الدول الكبرى تضرق أبواب اليمن وتنسك وتبني العلاقات المتكافئة معها وترتب للمستقبل المنظور وتهيئ لهزيمة أمريكا وبريطانيا والغرب هزيمة تاريخية ويسقط المشروع الاستعماري والهيمنة الغربية من المنطقة والعالم أشكركم على حسن المتابعة والإصقاء ولا تنسوا والإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وترفعي الجرس التنبيهات هذه خالص صحيحاتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا